ويزكيها ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم بجميع المحامد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على سيد أنبيائك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السادة المشاهدون السيدات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله أوقاتكم حيث كنتم بالإيمان والطاعة والسلام ونحن نتبصل الواقع بآلامه وآماله ونتأمل تاريخ الأمة الإسلامية يتأكد لنا دائما أنها لا تصاب من الخارج إلا بعد أن تصاب من داخلها وليس لمسيء أن يتمادى في تعثره وينتظر من الله الإحسان كيف تأتى ذلك؟ والله يقول لنا في محكم التنزيل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن لدينا كتابا يخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد أخرج ولا زال يخرج وسيستمر في هدايته للناس كل الناس فإذا أبينا المشي في هداه وإذا غطينا بأهوائنا سناه فهل يتركنا القدر نعبث بمصائلنا كما نشاء؟ كثيرا ما تشاكى كتابنا ومربونا ومصلحونا من انفصال القول عن العمل هذه المشكلة لم تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين التفوا حوله واتبعوا سيرته واهتدوا بهداه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن طبيعة العلاقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها أي لم يغادروها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا كانت الفضيلة الكبيرة عندهم وجوب اقتران العلم بالعمل وقد خصها القرآن بالذكر هذه الفضيلة فقال سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدان أولئك الذين يتعمدون إيجاد هذه المشكلة الانفصال بين القول والعمل الذي نسميه اليوم في واقعنا بالازدواجية ازدواجية الشخصية ازدواجية السلوك قال الله سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أملنا كبير يتجدد دائما بهداية الله وأنواره أن أمتنا ستعاود مسيرتها لتكون صالحة مصلحة يا سادة اقبلوا مني هذه الوجهة من النظر والرأي الفساد ينشأ في العقول والأفكار والقلوب قبل أن يظهر إلى عالم الواقع فلنجفف بكل بساطة ينبيع الفساد من عقولنا من قلوبنا من أفئدتنا منذ بدايتها من خلال الحصانة القرآنية والحصانة النبوية التي جاءتنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا نكون كذلك والله قال لأفضل الخلق فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو ولا تطغو إنه بما تعملون بصير وقال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون أرحب بمستهل هذه الندوة بفضيلة الأستاذ الدكتور أيمن رشدي سويد أستاذ القرآن والقراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة أهلا وسهلا فضيلة الدكتور أيمن كما يسعدني أن أرحب اليوم بضيف شقيق من المغلب الشقيق بفضيلة الشيخ عمر أحمد القزابري أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عمر كما يسرني أن أرحب بالشباب معنا لتلاوة هذا اليوم ولحصة هذا اليوم أهلا وسهلا بالإخوة معنا نبدأ تلاوتنا أعزاء المشاهدين كما اعتدنا دائما حيث وقفنا نواصل مسيرتنا من الصفحة الثالثة والعشرون من صورة البقرة نستمع ونرتل مع الدكتور أيمن سويد بعد أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بارك الله فيكم شكرا للدكتور أيمن وشكرا للشباب معنا في الستوديو وأود بدقائق قليلة أن أستعيد مع إخوتنا الشباب في الستوديو بعد الدرس الماضي التي تفضل به الدكتور أيمن سويد عن رموز أحكام النون الساكنة والتنوين في المصحف الشريف الذي بين أيدينا وأود أن أسأل أحد الإخوة أن يحدثنا عن رمز الإقلاب في المصحف كيف هو رمز له؟ من يجيب؟ تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الإقلاب رمزه أن يكتب على الحرف النون الساكنة ميم صغيرة في حالة الإقلاب إذا كان النون ساكنة أما في حالة التنوين فتبدل الحركة الثانية من التنوين بميم إذن هو ميم في كلتا الحالتين في حالة النون الساكنة والتنوين يرمز له بميم حيث وجد الميم فيعني أن النون الساكنة أو التنوين تقلب ميما عند الباء نعم عن نون تقلب ميما عند الباء نعم أعود للأخدان إذا بإمكان أن يحدثنا عن رمز الإدغام الكامل في النون الساكنة نعم رمز الإدغام الكامل في النون الساكنة هي تعريت النون أو تجريدها تجريد النون من الحركة وأن يشدد الحرف الذي يليها وذلك يكون في اللام والراء ويكون في النون والميم جميل جدا في آخر سؤال لن أطيل في الأسئلة لنعطي فصحة للدكتور أيمن لنبدأ درسة اليوم إن شاء الله أودوا عن الإخفاء نحن نكرمنا الآن عن الإظهار أريدوا عن الإخفاء رمز الإخفاء يعني تفضل الإخفاء في النون الساكنة لا تكتب هذه السكون ويكون الحرف مكتوب بحركته ليس فيه تشديد ليس فيه تشديد يتعرى عن التشديد شكرا للشباب على هذه الإعادة وأنا أعتقد أن الدرس الماضي قد نعاود الترميز يعني عرضه واستذكاره بين الفينة والأخرى إن شاء الله لتكون المتابعة دائمة له بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ الدكتور أيمن أود أن أذكر أننا على الهواء مباشرة يمكنكم أيها السادة الكرام أن تتصلوا بنا على الهاتف رقم 0056909025 كما يمكنكم أن تراصلونا من خلال الفاكس على رقم 0096626710390 كما يصلونا دائما أن نتلقى مراسلاتكم البريدية على صندوق بريد 42-065 الرمز البريدي 21-5-41 جدة المملكة العربية السعودية قناة اقرأ الفضائية برنامج كيف نقرأ القرآن كما يصلنا دائما أن نتلقى اتصالاتكم من خلال البريد الإلكتروني على العنوان الذي يظهر أمامكم على الشاشة دكتور أيمن تحدثنا في الحلقة الماضية كماكم الله عن أحكام النون الساكنة والتنوين والصفحة اليوم التي نقرأها كثير ما فيها الميم الساكنة وإتي بعدها حرف من حروف اللغة العربية لا شك أنها تأتي بعدها حرف الحروف العربية فأود اليوم أن نتحدث بإجازة عن أهم أحكام الميم الساكنة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا محمد رسول الله كما تفضل دكتور محمد حفظه الله كنا يا إخوة في الدرس الماضي والذي قبله قد أنهينا الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين وعندنا حرف هو أخ النون وهو حرف الميم يشبهها من حيث الغنة فإن الغنة التي تخرج من الخيشوم هي قاسم مشترك بين هذين الحرفين وهذه الغنة هي التي جعلت للنون أحكاماً وللميم أحكاماً ولم يكن في غيرهما من الحروف أحكام من إظهار وإقلاب وما شابه لأنه ليس في اللغة العربية غنة إلا في هذين الحرفين أحكام الميم الساكنة إذا أتت ميم ساكنة في كلامنا في نطقنا للقرآن العظيم فيمكن أن يأتي بعد هذه الميم الساكنة ثمانية وعشرون حرفاً هي كل حروف الهجاء إلا الألف ما الحكم عند إذن؟ الميم الساكنة في اللغة العربية يا إخوة لها ثلاثة أحكام الأول أن يأتي بعد الميم الساكنة ميم مثلها وهذا مر معنا إن كنتم تذكرون في بحث إضغام المتماثلين قلنا إذا اجتمع حرفان متماثلان والأول ساكن وجب إضغام الأول في الثاني فيصبحان حرفاً واحداً مشدداً كذلك الأمر هنا إن جاءت بعد الميم الساكنة ميم فإننا نضغم الميم الأولى في الميم الثانية ويصبح النطق بميم واحدة مشددة وفيها غنة أكمل ما تكون فيها غنة أكمل ما تكون هذا هو الحكم الأول بالنسبة للميم الساكنة نلاحظ بعد قليل على الشاشة الكلام الذي ذكرناه الآن من أن حكم الميم الساكنة إن أتى بعدها ميم هو الإضغام فإننا نضغم الميم الأولى في الميم الثانية ونطول الغنة حتى تكون أكمل ما تكون هذا هو مخطط أحكام الميم الساكنة كما نرى على الشاشة الإضغام والإخفاء والإظهار ثلاثة أحكام كما ذكرت آنفاً الحكم الأول هو الإضغام فاللوحة التي بعد هذه اللوحة تبين لنا إضغام الميم في الميم فالإضغام في اللغة الإدخال وعند المجودين هو إضغام الميم الساكنة في الميم التي تليها بحيث يصير النطق بميم واحدة مشددة اللوحة الثانية يا أستاذ محمد لو سمع نعم نلاحظ على الشاشة أن الحكم الأول هو الإضغام فهو في اللغة الإدخال وعند المجودين هو إضغام الميم الساكنة في الميم التي تأتي بعدها مع تطويل الغنة أكمل ما تكون مثال ذلك قوله تعالى لكم ما كسبتم لكم آخرها ميم ساكنة ما أولها ميم متحركة فأضغمنا الأولى في الثانية فصار النطق لكم ما كسبتم مثال الثاني أم ماذا اجتمعت ميماني ميم أم وميم ماذا فأضغمنا الأولى في الثانية وصار النطق هكذا أم ماذا هذا بالنسبة للحكم الأول إذا اجتمع مع الميم الساكنة ميم مثلها الحكم الثاني هو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء نحن نعلم أن الميم من الشفتين وأن الباء أيضا من الشفتين فإذا جاءت ميم ساكنة وبعدها باء فإننا نخفي هذه الميم عند الباء ونطول الغنة حتى تكون غنة كاملة نلاحظ على الشاشة تعريف الإخفاء كما ذكرنا الإخفاء كما ذكر العلماء هو في اللغة الستر وعند المجودين هو إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء مع النطق بغنة كاملة مثال ذلك قوله تعالى أن به جنة ميم ساكنة جاءت بعدها باء فإننا نخفي هذه الميم عند الباء ونطول الغنة ويكون ذلك بتقليل الاعتماد على الشفتين يعني تقليل موضوع إطباق الشفتين على بعضهما المثال الثاني قوله تعالى ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة نطبق الشفتين ويكون التصادم قليلا جدا ونطول الغنة حتى تصير غنة كاملة فنلاحظ يا إخوة بأن هذا النطق هو مطابق لنطق الإقلاب أو القلب الذي مر معنا في أحكام النون الساكنة لما كان عندنا نون ساكنة وبعدها باء قلبنا النون إلى ميم فصار أمامي ميم بعدها باء هي نفس الموضوع الذي أمامي الآن ميم ساكنة بعدها باء يعني إذا أعفوا الإخفاء في الميم الساكنة هو عين الإقلاب في النون الساكنة صحيح ولذلك أسأل معي يا دكتور أي فضلوا ذكرتم قبل قليل أنه في الإخفاء مع النطق بغنة كاملة وفي الإدغام تطويل الغنة أكمل ما تكون ما الفرق بين الحالتين أود يعني لو أنه مشاهدا سأل هذا السؤال في درسنا بعد القادم إن شاء الله سوف نتكلّم يعني أخصد الآن بولو ب يعني غنة الإدغام أطول من غنة الإخفاء بقليل هذا الذي أولدنا غنة الإدغام اسمها أكمل ما تكون وغنة الإخفاء اسمها كاملة كاملة نعم فهذا يعني بحث في ضبط أزمنة الغنة سوف نأخذه في الدرس بعد القادم إن شاء الله تعالى شكرا دكتور أي الله يسلمكم بقي عندنا يا إخوة الحكم الثالث والأخير وهو الإظهار أنتم تعلمون أن الأصل في الحروف أن يظهر الحرف عند جاره من الحروف وهو الأصل فتظهر الميم الساكنة عند 26 حرفا هي بقية حروف الهجاء فنلاحظ على الشاشة بعد قليل حكم الإظهار فالإظهار كما نعلم في اللغة هو البيان وعند المجودين هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها عند حروف الإظهار من غير زيادة في الغنة ولاحظوا أننا قلنا من غير زيادة في الغنة حروف الإظهار هي كل حروف الهجاء عدى الميم والباء إذن هذه هي أحكام الميم الساكنة يا إخوة هل فيها شيء صعب؟ لا أظن أن فيها شيء صعب الميم الساكنة ثلاثة أحكام إن أتى بعدها ميم أدغمنا إن أتى بعدها باء أخفينا ونظهرها عند بقية الحروف 26 حرف 26 حرف فالأمر سهل جدا وليس فيه لا صعوبة ولا تعقيد لكن هناك تنبيه بسيط يذكره علماؤنا يا إخوة قلنا إن الميم عند 26 حرفا تظهر منها حرفين لهما علاقة بالشفة والميم من الشفتين هما حرف الواوي وحرف الفائي الذي لا ينتبه ممكن يخفي الميم عند الفائي مثلا نسمع من بعض المبتدئين يقولون هم فيها انظروا إلي هكذا هم فيها هم فلا يظهرون الميم ويجب أن يكون النطق هكذا هم فيها هم فيها كذلك إن أتى بعدها واو مثلا في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا هم ولا ولا نقول عليهم ولا عليهم ولا فهذا أمر شائع عند بعض المبتدئين فنبه العلماء عليه وقالوا إياك أيها القارئ إذا قرأت وجاءت معك في التلاوة ميم ساكنة وبعدها فاء أو واو أن تخفي هذه الميم قال ابن الجزري رحمه الله عن الميم وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي مظنة الإخفاء في عادة الناس نلاحظ على الشاشة هذا التنبيه الذي نراه يجب على القارئ أن يحرص على إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها واو أو فاء فإن اللسان يسبق إلى الإخفاء عند هذين الحرفين لاتحاد المخرج مع الواو وقربه مع الفاء أمثلة قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا وقوله تعالى هم والغاوون فلا يصح أن نقول هم والغاوون هم فيها خالدون ولا يصح أن نقول هم فيها لابد من بيان الميم هم فيها لا تقم فيه أبدا أيضا لابد من بيان الميم وأن نقول لا تقم فيه ولا نقول لا تقم فيه بإخفاء الميم بعض من ألف في التجويد يا إخوة يعبر عن هذا التنبيه الذي نبهنا عليه بقوله وتكون الميم أشد إظهارا عند الواوي والفاء ليس هناك شيء اسمه أشد إظهارا الإظهار إظهار الإظهار إظهار لكن العلماء قالوا انتبه عند هذه الحرفين أن تخفي الميم أما أشد إظهارا ما في شيء اسمه أشد إظهارا هو من باب الحظ ولكن الصياغة غير دقيقة هنا دكتور أيمن شكرا لكم يا دكتور أيمن وأود أن ننبه الإخوة أن هذا ما يسمى بالإظهار الشفوي والإخفاء الشفوي نعم بعض العلماء يسمون هذا الإظهار الشفوي لأن الميمة من الشفتين تفريقة بينه وبين إظهار النون الساكنة فإنها من طرف اللسان كما مر معنا وتمييزا لها عن أحكام النون الساكنة نعم يقولون الشفوي نعم فحتى لا يقع لبس عند بعض ويقول ما ذكرتم هذا زيادة في الإضاح زيادة في الإضاح شكرا للدكتور أيمن أعزائي المشاهدين نعود الآن إلى تلاوتنا المنهجية في الصفحة الرابعة والعشرون من سورة البقرة وننتبه إلى أحكام الميمة الساكنة التي كانت هي موضوع درس هذه الحصة وهذه الحلقة على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بارك الله فيكم صدق الله العظيم شكرا للدكتور أيمن وشكرا للشباب معنا على هذه التلاوة المنهجية المقررة في هذه الحلقة ويبدو أن هناك اتصالا معنا هاتفيا من الأخ محمد حسن سالي من سلطنة عمان ألو ألو نقطع الخط نعم ألو وعليكم السلام ورحمة الله ألو تفضل ألو نعم أهلا وسهلا دكتور محمد أهلا ومرحبا وعليكم السلام دكتور محمد سؤالي للدكتور رأيمن تفضل يا أخي ما الفرق بين رواية حفص وورش عن نافع رواية حفص وورش عن نافع في سؤال آخر شكرا يا سيدي سلام في اتصال جاءنا قريب من هذا المعنى فما إجابتكم بسم الله الرحمن الرحيم كنا في حلقة منذ حلقتين أو ثلاث أجبنا على هذا السؤال وبينا بأن هذه الروايات سواء حفص أو وورش هي عبارة عن لهجات عربية نقلها القراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بعض الاختلاف البسيط في كيفية نطق بعض الحروف بحسب الظواهر الصوتية فبعض العربي يقولون بئر وبعض العربي يقولون بير بعض العربي يقولون يؤمنون وبعض العربي يقولون يؤمنون بعض العربي يقولون الهدى وبعضهم يقولوا الهدى وبعضهم يقولوا الهدى وهذا نقل إلينا وهذا نقل إلينا وهذا نقل إلينا فالرواية التي رواها الإمام حفص عن شيخه الإمام عاصم تسمى رواية حفص عن عاصم والرواية التي رواها الإمام عثمان بن سعيد ورش عن شيخه الإمام نافع شيخ قراء المدينة المنورة وهو من طبقة تابع التابعين أيضا هذه الرواية تسمى رواية ورش عن نافع بينها بعض الاختلاف ولعل ضيفنا اليوم حفظه الله الأخ عمر يقرأ لنا برواية ورش فيتضح لأخيها السامة هذا مرخل جميل من الدكتور أيمن لنجدد ترحيبنا بفضيلة الشيخ عمر أحمد القزابري من المغرب الشقيق أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عمر وكما هي عادتنا أننا نستغهر لقاءنا مع الضيف الثاني في هذا البرنامج بالتلاوة ما يتيس من القرآن العظيم عزيزي المشاهد الأخ الشيخ عمر سيقرأ لنا صورة النازعات فإن أردت أن تتابع ذلك في المصحف الشريف سيقرأها على رواية ورش عن نافع فهي في الصفحة 583 وعلى بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوبه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلا فأخذه الله نكال لآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها شكرا للشيخ عمر على هذه التلاوة الرائعة الجميلة وأود أن أغتنم هذه الفرصة للشيخ عمر لأقدمه للشباب كنموذج حي من الإتقان والاعتناء والاهتمام بالقرآن الكريم فأسأله عن صلاته بالقرآن كيف تمت صلاته مع القرآن من هم الشيوخ وما هو السن الذي تعلم فيها كيف كانت طريقته في الحفظ والإتقان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أولا لا أخفي سعادتي بوجودي في هذا البرنامج الطيب المبارك ونحن بكم أسرع يا سيدي الذي يعنى بكتاب الله تقديما وتقويم الله يحفظكم أما فيما يخص بداية مع القرآن في الفضل بعض الله سبحانه وتعالى يرجع للوالد رحمه الله أنه كان من حاملات القرآن وكان إمام خاطب مسجد في أي مدينة؟ نعم في مدينة مراكش المغربية فمن خلاله أحباب القرآن من خلال أدبه من خلال خلقه من خلال تقديره القرآن والأهل القرآن وتقديسه وتعظيمه القرآن فولدنا عنه هذا الأمر وأذكر أنه لا يزال الآن صوته كان يصلي في الثلاث الأخير من الليل لا تزال رنط صوته في أدني إلى الآن ففتحت عيني الحمد لله على الوالد فمن خلاله كسبت هذه المحبة للقرآن فكانت البداية معه نعم كانت البداية مع الوالد بدأت معه بطريقة الحفظ منتشرة في المغرب نعم اللي هي طريقة الألواح نعم فبدأت مع أمود التوعد التحقت في دار القرآن الكريم في المدينة نعم في نفس المدينة وفي نفس الحيلة نعم مراكش فهي يبارا عن تحفيض القرآن يعني دار أساس أحد المحسنين نعم لتحفيض القرآن وفيها شيوخ وأستيدة فبدأنا الحفظ نعم فكنت يعني أحفظ هذا القرآن وأراجع مع الوالد رحمه الله ما شاء الله فأخذ عنه يعني ملاحظات وتوجيهات نعم ما بالنسبة لسنة التي حفظت في القرآن فتقريبا في سن 11 سنة ما شاء الله نعم فبدأتم أم أنهيتم لا كنت يعني الحمد لله منتعين أنهيت القرآن في السنة الحادي عشر حمد لله نعم هذا منذج لأنفسنا ولأبنائنا ونحن في هذه الإجازة الصيفية أن نرى هذه الالتفاة وهذا الاهتمام من السن المبكر نحو القرآن العظيم نعم وكيف تحافظون الآن على يعني كيف طريقتكم لتثبيت الحفظ بشكل متواصل معلوم أن القرآن أشدت تفلتاً لا يوجد شكناً من الإبل من عقولها نعم الله يعتبر في ورد يومي الحمد لله ورد يومي الحمد لله ورد يومي المحدد يعني نعم بعد الأحيان يكون جزء بعد الأحيان قد يصل إلى الله ثلاثة جزء على حسب نعم مراجعة للحفظ نعم فعني في حوالي 15 يومي كل واحد يعني أعمال خاتمة كاملة للقرآن ماذا وجدت من حالة وأنت تحفظ القرآن الكريم وتتعلمه وفي سلوكك الشخصي نعم والله زي ما قلت لك في الأول يعني بأنه لما فتحت عيني عن الوالد يعني صار عندي حب للقرآن قبل ما أدخل الميدان القرآن يعني من خلال أخلاقه من خلال ناو كان قدوة الحمد لله حسنة نعم والإخوان في مراكوج يعرفون الحمد لله يعني كان الإمام الخاص لي صلاوات الاستسقاء عندنا في مراكوجه نعم كان رجل نحسابه من الصالحين ولم نزكع الله فأحمد لله نفس الشيء يعني وجدت الحلوة التي لا تعديلها حلوة أحمد لله وهذا نموزج أيها الإخوة ليذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أن آدم انقطع عمله من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهنا العلم يبقى من الأب هنا الدعوة إن شاء الله تحصن من الإبن الأب وجاء في الحديث أو في رواية أخرى أو مصحفا ورثه فكل هذه الأمور توافرت في البيئة الصالحة نقدمها كنموزج نحفز به أنفسنا والآخرين لنعتني بهذا القرآن وحسبنا دائما أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعمله اسمحوا لي أن أنتقل لقراءة هذا الفكس الذي وصلنا قبل قليل من الأخ عدنان شيخاني من برليم من ألمانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله عننا كل خير لدي بعض الأسئلة أتمنى أن تكرمون بالإجابة هل لا أكرمتمون أيضا بدروسنا على قراءة ورش؟ لا سيما نحن من أهل المشرق نهتم فقط بحفصا عن عاصم تجيب دكتور أيمن؟ في سؤال آخر أو مئات أخرى الحقيقة هذا يسعدنا نحن نلاحظ بأن الرسائل التي تأتي من المغرب الشقيق ومن الدول المغربية بشكل عام من الجزائر والمغرب وغيرهما هذه من ما اشتقيه هنا نلاحظ لأن هناك اهتمام برواية ورش نعم هذا يسعدنا وندرس الأمر وإن شاء الله تعالى الناس عادي تلبيته في هذا البرنامج بطريقة مناسبة إن شاء الله يقول أيضا نتمنى أن يكون هناك دروس تختص أكثر بالأحكام والمقارنة بين القراء الآخرين رحمه الله مثل ورش وقالون حمزة إلى آخره يريدوا مقارنة أظن البرنامج إذا دخلنا في عالم المقارنة فإننا عندئذ برنامجنا كيف نقرأ القرآن وموجه إلى الشريحة الكبرى في المجتمع الإسلامي إذا دخلنا في عالم المقارنة فهذا ممكن لكن سوف نكون نخاطب الآن المتخصصين وأظنه يشق على برنامج تلفزيوني نعم يشق على برنامج تلفزيوني أو بحاجة إلى برنامج آخر متخصص نعم ويعني إن شاءت قانوات متخصصة جدا 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 فيمكن أن تجد مثل هذه هذا أمر صعب مع الأخ ولكن ليس كل العلوم مجالها حقا تبقى مجالها أن تقدم عبر الشاشة يعني يبقى التخصصات الدقيقة لها مجالاتها وأوقاتها وفرصها إن شاء الله يقول نتمنى أن تكون هذه الجلسات يومية هذا اقتراح لإدارة القناة أرجو أن لا تقولوا أن ليس لديكم وقت نحن لدينا وقت إن شاء الله ونحن نود أن نراكم أكثر أكرمكم الله هذا يذكروني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبه يا عبد الله مسعون كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون في المويضة إذا رأيتمون كل يوم ستتفشون منا ولن تحتملون وستقولون أكثرتم علينا يا مشايخ فهذا يعني نحن الآن خطتنا كما هي إدات القناة مرة حلقة في الأسبوع وتعاد مرتين في المستقبل قبل ما أدري والأمر للقناة ولكن نحن نحرس أن نكون دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبه ونحن دائما نزوركم في البيوت في برنامج كيف نقع القرآن لنعيش معكم في القرآن فلا نريد أن نثقل عليكم خاصة أننا لا ندخل إلا من الشبابيك لا ندخل من الأفوف شكرا لكم وأعود للدكتور أيمن أود دكتور أيمن لا أعلم أن نعود إلى الصفحة التي كنا نقع فيها 24 صفحة الأخيرة قبل أن نعود إلى أستاذ الشيخ عمر وأريد حكمه مثلا من الميم الساكنة للمشاهد نلفت نظره إلى تطبيقات مثلا في الأسطل الأخيرة لو فتحنا يا إخوة في الصفحة الرابعة والعشرين التي قرأناها منذ قليل لو فتحتم المصحف بارك الله فيكم نلاحظ في الآية الثانية في الصفحة قوله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ هذه ميم ساكنة بعدها باء وهي إخفاء شفوي كما تفضل الدكتور محمد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ نعم بعد قليل نلاحظ قوله تعالى أصابتهم مصيبة هنا أيضا اجتمعت ميمان ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة فأضغمنا الميم الأولى في الثانية فصار النطق هكذا أصابتهم مصيبة ميم شددة لاحظوا بارك الله فيكم في المصحف الذي بين أيديكم أن الميم الأولى قد جردت من الحركة وأن الميم الثانية قد وضعت عليها الشدة إشارة إلى هذا الإضغام بينما في نبلونكم بشيء جردت الميم من الحركة والباء لم يضع عليها شدة لأن الأمر هو إخفاء خذوا مثلا الآية التي بعدها أولئك عليهم صلوات ميم ساكنة بعدها صاد أظهرنا الميم إظهارا عاديا من ربهم ورحمة هذه من المواضع التي نبه عليها العلماء ميم ساكنة بعدها واو من ربهم وهم ولا نقول من ربهم ورحمة لا نفعل ذلك نعم هذه بعض الأمثلة من الصفحة التي تقرأنا شكرا لدكتور أيمن أردنا أن نقدم نموذج تطبيق عملي لدرسي هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أعزائي المشاهدين وجود الشيخ عمر معنا يغرين أن نطلب منه مرة أخرى أن نعود إلى التلاوة وأن يتلو علينا ما يتسر برواية حفص إن شاء الله تبارك وتعالى في صفحة 67 من سورة آل عمران الآية 133 من قول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقواه فقد رأيتموه وأنتم تنظون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم شكرا للشيخ عمر على هذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران وزادك الله نورا على نور وإتقانا على إتقان وجعلنا جميعا مما يستمع القول فيتبع أحسنه وقبل أن أنهي هذه الحلقة وأن بأني أنها قد أشرفت على الانتهاء أود سؤال واحد من فكس وصلنا من الأخ عبد المجيد الزهراء يقول فيه أن خلف برامج هذه القناة يقف رجال يعرفون قيمة الإعلام وخطورته فيحرسون على الأهداف النبيلة ويدحفون الأقول والقلوب السؤال هو عن حكم تلاوة القرآن العظيم بالألحان بإيجاز بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذكر جمهور علماء المسلمين من كل المذاهب الإسلامية من شافعية وأحناف ومالكية وحنابلة وذكر القراء المعاصرون والقدامى حكم هذه المسألة فعلم الألحان أو ما يسمى بعلم الموسيقى هو علم له قواعد وله ضوابط لأزمنة النطق تختلف عن ضوابط علم التجويد في بعض المواضع فمن يقرأ القرآن الكريم بلحن من الألحان الموسيقية أولا عند التعارض إن قدم حكم الموسيقي على الحكم التجويدي فالقراءة محرمة بإجماع لأنه تجاوز القراءة مكروهة وبهذا البحث هناك رسالة بعنوان البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان كنت قد أعددتها وقرضها الشيخ ابن بازر رحمه الله تعالى شكرا للدكتور أيمن على هذه الإجابة المفيدة في نهاية الحذقة شكرا للشيخ عمر قربيزي من المغرب شكرا للشباب معنا في الاستوديو شكرا لفريق العمل شكرا لكم على اتصالكم المستمر معنا بحمد الله بدأنا لخير الكلام رتنا لربنا أنبنا بالرسول تأسينا ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد لنا لقاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة